السلام عليكم هناك من يشرب الأعشاب يا إخوتي الحيطة والحضر من يشرب الأعشاب ولا يعرفها ولا يعرف عليها أي شيء يعني لما تريد أن تشرب أي عشبة من الأعشاب فيجب أن تأخذ عليها المعلومات ويجب أن تستشير المختصين في الأعشاب كي لا تسبب مشكلة في جسدك هناك من شرب الأعشاب وتسبب في مشكلة في جسده فلا تشرب أي شيء إلا باستشارة المختصين يعني تستشعر المختصين الذين عندهم تجربة في الميدان في ميدى الأعشاب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين القرآن شفاء ورحمة لكل المؤمن اتفقنا والأذكار كذلك يعني لا تحتاج إلا الأعشاب هذا كل شيء أتمنىكم الخير وإلى اللقاء